لا يزال لمعاصر الزيتون التقليدية وجود رغم سيطرة المعاصر الآلية الحديثة على استخراج الزيت خلال موسم جني الزيتون خاصة في القرى في مدينة يفرن لا تزال المعاصر القديمة تعمل على عصر الزيتون بواسطة الجمال الذي يتخذه صاحب المعصر عاملا له ليكون نتاج دورانه بتلك العجلة ذات الحمل الثقيل إذ يفضل الكثيرون الزيت المستخرج من تحت رحها لجودته وطعمه الفريد الزيت نقاوض الزيت المواصفات المتاعها مواصفات الزيت يعني مش زيتوه للمكينات المصنعة الجديدة فيها حديد وفيها درجة حرارة مش مرة زايدة مرة ناقصة متعلكش ناقية مية في المية أما من هاي كل شيء طبيعي يعني رشاد وخشب يعني فيش الحديد ولا حرارة صناعية كل شيء طبيعي هذه الطريقة القديمة لعصر الزيتون بدأت تختفي معالمها في العصر الحديث في بلادنا والتي لها جماليتها ومتعتها الخاصة والتي تجعل السياح والزائرين لهذه المدن ينجذبون لها وتبعث شوقا خاصا بمشاهدتها ترجمة نانسي قنقر